اثنتا عشر بالمئة نسبة انخفاض سعر الأدوية بالجزائر مقارنة بالدول المجاورة والمتوسطية هو ما وصلت إليه نتائج دراسة قدمها الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة انخفاض دفع بالفاعلين في القطاع إلى المنادات بضرورة مراجعة السياسة التسعيرية للدواء السعر في الجزائر هي المنخفضة الأكثر في البلدان التي الجزائر تستعملها للمقارنة كن تمن بلدان في رنسا، إسبانيا، تونس، المغرب، توركيا وغرس تشجيع الانتاج الوطني للأدوية يفرض مراجعة سعر الدواء المصنع محليا، خاصة في ظل استيراد المواد الأولية لكن الأمر يستلزم معرفة السعر الحقيقي للدواء لما نرى الأسعار التي نتع سيدال، ينقص كثيرا، ولكن يجب أن نرى الأسعار الحقيقية كيف نستطيع أن نتقبل به واحد بعد بعض الأسعار لما يأتي واحد يشري عليهم، يشري أين كارتون ميديكامون، يعطيه ديزوني تغراتويت تبقى كارتون يعني لما يهز باطة عدوة، يعطيه تلت بايت مجن، يعني ما هو السعر الحقيقي تلبي الجزائر قرابة 52% من الاحتياجات الوطنية من الأدوية اليوم يؤكد الفاعلون في قطاع الدواء أن تشجيع الاستثمار في المجال يتطلب إعادة النظر في التسعير الحالية للدواء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر